من الله الرحمن والرحيم وصل الله وسلم نبيه الكريم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ان شاء الله اليوم س bewساجة جاب لك مثل وصفة جديدة وهي وصفة الكسرة وفي خطائف claws strand ا於ro يالله روحوا شوفوا يالله روحوا هنا لأيمنة فقط يعني كما حطت الكسرة في الطاجين تحدف للمقطع جيت ندير مونتاج في الليل بعد ما كنا الكسرة لقيت مقطع تحدف وش راح عندي وش راح عندي عاودت لي مغدواء الوصفة بكامل مقادير يعني مكونات كامل كامل وفقط يعني كانت عندي سينوج هذيك نقص فقط فقط اما الوصفة راهي مثلها وفي كل مكونات ونفس الطريقة ونفس الخطوات روح شوفوا معدنا يعني طريقة اذا هنا في طريقة العمل عندي كاس سميت عندي كاس الاربعة ثارينة عندي ملعقة نشاء ملعقة صغيرة من الملح عندي سينوج وعندي ملعقة صغيرة من خميرة كيموية وعندي فنجال من الزيت نضع الآن ملعقة صغيرة من خميرة كيموية او خليق خميات الحلويات الكثرة هذي قدتك يعني جاتك ما شاء الله ما شاء الله جات اه والله تبلغته هنا نخلط النواش مع بعض اه بداية فقط هكذا حتى تدخل هذيك ثارينة من شاء ووسينوج وبعد نبسها بالزيت الزيت هو فنجال كامل ما نحطوش يعني نصف فنجال نحطو فنجال كامل هكذا ونبسوها بداية على مراحل وندخلو هذيك الزيت في وسط المكونات الاخرى ونبس مليح بيدي انا نجيب كاس حليب هو اختياري ممكن نجيبه كاس ما دافئ انا جبت كاس حليب يعني دافئ نضع بشوية ونعجن انا في سميد تاعي هذا يعني يشرب بزاف انتم ممكن يجيكم اقل وممكن يجيكم يعني الكيل هو الكيل تاعي لانه عندي سميد يشرب بزاف اه هنا نعجن جيدا كما شفو ندخل هذا الحليب في سميد ونحاول اللمها بيدي ونعجنها ونتركها حوالي عشر دقائق نرجع لها الان نحاول ان نشوفها راي شربت كما قلت لكم سميد تاعي شربت اضفت له كمية من الحليب وندخل حليف العجينة ونعجن هكذا نعجنها مليح 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 حتى يعني تكون الكسرتين كما قلتوا نحاول ندخل شوي حليب نعجن الكلامي دايما نقولكم هذا سميد يشرب بزاف بزاف يشرب ياسر 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 هكذا ونضيف هنا كمية من الزبدة نضعها في طبيعة العملة وفي القصعة هذه ونحاول ندلك ما شاء الله هكذا حوالي أربعة حمص دقائق لانه سميد لازم يدلك مليح 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 وفارينة هذه كدخلناها يعني لانه السميد تعيق مهوش متوسط من الخشن لذلك دخلت فارينة لانه كسرت تقليدية ما تدخش فيها الفارينة كسرت اجداد نومهاتنا يعملوها بسميد القمح فقط 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 هنا شفتوا كاس الرباء هذه العجينة الآن عاود نتركها حوالي عشر دقائق أخرى ثم عندي هنا سينية نقرس فيها الخبز الكسرة هذه والأي ربة بيتة واحد جديدة وأي بنت تحب التعلم وتحب تعمل كسرتها مدورة دائرية ومتقدرش كان واحدة سينية صغيرة تتباع في المحلات تقدروا تشريوها طول القطر تحتها 32 سنتيمتر تشريوها وتقرسوا فيها الكسرة هذه أنا نحط هنا الكسرة التاعية العجينة التاعية في القصعة ونحاول نحلها بكمية صغيرة بالحلال يعني قليل فقط هكذا ونشكلها على شكل دائري وقلت يعني لم تعرفش يعني تجعل الكسرة دائرية وكي منهم يعني كي منهم بزاف 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 سوف نتعاون بزاف 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 سوف تتباع في المحلات ثانية باستش نلف أو قدرش نلف هذه نضحها الداخل ونحاول نحلها في هذه الصينية أنا خلية الفيديو هذا يعني استمرت مشاهدة كيف يعني كل خطوة نديرها تكونوا معي أنا نتكلم عن مبتدئات ومبتدئين يعني هم لي خصم هذا الأمر لأنه أجدادنا أمهاتنا أو نساء دم الكبار يعني على بل بهم نخفرهم من أشتارتهم ونبعد نجيب فرشات ونطقبها حتى ما تنفخش ليها في طاجين وأنا هنا كون حطيت طاجين تاعي سخنتهم لي حوالي عشرين دقيقة وروح نحطها في الطاجين أنا عندي طاجين من الطين يعني يجب أن يسخن بزاف واللي عنده طاجين حديد يعني ما طلبش أن يسخنها بزاف نضحها في الطاجين ونحاول كل مرة نشوفها نقلبها إذا كان نتخذ فيها طياب شوية شوفوا يعني بسم الله ما شاء الله أنا قلبتها لأنه نحن في القنواتينا في الفيديوهات ووصفات دائما نسرع الفيديو إذا لك تظهر لك من ثم نكمل لها ولكن العملية تخذ وقت ولكن نسرع في الفيديو فقط لو كان خليه الفيديو يمشي راح تمله من المشاهدة أنا كملتها كما تشوفوا طابد بسم الله ما شاء الله لونها ذهبي مزينة الله يبارك ما شاء الله ومعد نجيب سكينة ونقسمها في النصف هكذا شوفوا يعني بسم الله ما شاء الله بسم مكتاحة يعني ما هو رقيق ما هو خشين إخواني خواتي اللي شوفوا الفيديو هذا يعمل إعجاب الفيديو فقط يعني ما ينسنش بإعجاب ونقول له بارك الله فيك إعجاب فقط وإذا يعني أمكن تعليق تحفيزي هكذا هاي الكثرة اللي أنا واجدة بسم الله ما شاء الله نقسم منها قطعة صغيرة تتقسم بكل سهولة بكل سهولة كنا كيكليت هاد الوقت يعني والله تقلقاتو بس ما شاء الله نعجونا دخل هاتياب يعني كامل أنا قصلكم يعني أطراف فشتوفوها فقط إذا أحبائي اللي يعجبوا الفيديو هذا يعمل إعجاب أقول كم يعني لم يشاركش في قناتي وتخلق أول مرة يحاول يشترك في قناتي ويفعل جرس حتى يتيج جديد السلام عليكم إن شاء الله في وصفة قادمة سلام والدنيا تنادي صباح الفأل والدنيا تنادي هنا البدلات باذل واجتهاد هنا الإبداع تعسمه الأياد هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد صباح الحب والقمر